هذه السنة يتم إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العالمين الجديدة في نورث سكوير مول في مدينة ساحرة قدرت الدولة تنفذها في وقت قياسي بأعلى المعايير العالمية خلينا نتعرف أكثر عن مدينة العالمين وحفل Star Scrapers Awards من الأستاذ جورج بيتري الرئيس التنفيذي لشركة Council Masters ولهيحدثنا أكثر عن التجهيزات والفعليات اللي هتقام في حفل Star Scrapers Awards نسخة الدراما شكرا 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 في مصر وأثارت في الوطن العربي أثارت في الكولتشر بتاعتنا اللي بيتبني عليها كل ما هو موجود دلوقتي موجود كمعمار موجود كانتشار موجود كاكسبانشن للبلد هو تبنى على القوى النعمة هي القوى النعمة والفن الدراما هي اللي بتوصل لكل حتة أولوفر العالم فهو ده كان الفكر مع الشركة المتحدة في أن احنا نستضيف مهرجان الدراما السنة دي علشان يبقى هو البيس اللي يطلع منه تكريم أي تكريم أثر في المجتمع لأن يعني إحنا شفنا أن أول حاجة أن التلفزيون أو الدراما في كل بيت فما فيش حاجة بتأثر في الناس وبتوصل للناس زي الدراما فده الحز عليه يعني حزن عليه الشرف في ستارشكريبرز أن احنا نستضيف مهرجان الدراما السنة دي وهيبقى فيه جوائز تكريمات للعظماء في المجال للناس اللي قصرت في البلد للناس اللي قصرت في الشعب للناس اللي بانت في ثقافة المصريين وطبعا يعني إحنا بنشكر تاني الشركة المتحدة مش نشكر النقابة بنشكر وزارة الثقافة اللي راعت الفكرة من أول يوم إحنا عرضناها على معايير وزيرة ويعني الحمد لله إحنا وصلنا أن إحنا دلوقتي في اللوكيشن يوم 24 إن شاء الله هنشوف إيفنت استثنائي بشراكة مع الشركة المتحدة وبتنفيذ شركة أنتراج إحنا فعلا كل الناس اللي موجودة بتعمل على هذا الحدث شايفة هدف أنها تطلع حاجة ما شافتهاش مصر ولا الوطن العربي إحنا مش بلد صغيرة عشان حد يسحب السجادة من تحتنا إحنا بلد تقدر أن هي تنافس في كل المجالات شكل ديكور شعب ثقافة فن استثمار تخضر حضارة تاريخ كل حاجة نقدر نعملها إزاي نبرزها إزاي نبنيها إزاي نخلي الناس تشوفها صح وإزاي نختار الأوديونس المزبوط هو ده اللي بيبقى ناقصنا الإدارة ثم الإدارة وإحنا كشركة إدارة بنرحب بيكو 100% إحنا بنتمنى أن كل الناس تيجي في الإيفنت يوم 24 هيبقى إيفنت فعلا استثنائي ده وعد مننا كلنا استثنائي بوجود نجومنا بوجود الدراما المصرية بوجود دكتور يحيا بوجود كل النجوم اللي هيبوا موجودين بقوة الشركة المتحدة بكل الدزاينز اللي معمولها إن شاء الله فعلا إحنا we will go step ahead يعني قبل الإيفنت ده هيبقى حاجة في ليفل إيفنتات التكريمات في مصر وبعده هتبقى في حتة تانية خالص العالم كله هيقف يتفرج عليه Thank you very much أستاذ جورج بيشين نشكر حضرائك طبعا جزيل الشكر على هذه الكلمة